السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم يوسف حامد في شرح المحاضرة العاشرة وبعنوان قصور الانتباه وفرط الحركة هي هاي المحاضرة ان شاء الله اخر محاضرة في مادة المد المحاضرة القصيرة صفحتين ونص هنقلصها ان شاء الله في مقطع فيديو قصير يكون خفيف عليكم ان شاء الله اول شي نبدأ شوان في التعاريف قصور الانتباه وفرط الحركة ليست عرض واحد او اثنين بل هو متلازمة تتألف من عدة اعراض يعني متلازمة نفسية عصبية متتألف من عدة اعراض لا واحد ولا اثنين يصيب ثلاثة الى عشرة بالمية من طلاب المدارس يعني شائع شائع جدا السلوكيات الرئيسية الاندفاع بيكون الطفل مندفع الغفلة الغفلة بتكون مجموعة خامن شروط ذهن انشغال عدم تركيز يعني اشياء ذهنية بتكون زي ما يقول افلان غافل او هي كلمة ما هيك مش عارف اللي مسوي التفريغ حاط كلمة قروية شوية الغفلة شروط ذهني على قلة تركيز على عدم ثبوت ذهني يعني اشي زي هيك الى قدام بتبين معنا النشاط الاشي الثالثة الي هو النشاط هسا الانواع في عندنا ثلاث انواع الغفلة او قلة الانتباه غفلة وقلة الانتباه فرط النشاط النوع المختلف بيكون هذا وهذا مع بعض هسا معايير التشخيص معايير التشخيص في عندنا معيارين معيار الاول والمعيار الثاني المعيار الاول ستة او اكثر ستة اعراض او اكثر من الاعراض التالية لمدة ستة اشهر على الاقل يعني ستة اعراض او اكثر بيمتدوا لمدة ستة شهور اللي هم الغفلة الغفلة بتشمل شو بتكون اعراضها يفشل في الى اهتمام وثيق للتفاصيل يعني ما بيهتم بالتفاصيل يجد صعوبة في الحفاظ على الانتباه في المهام او في المهام او اللعب يعني بيصعب عليه ينتبه او يركز التركيز لا يبدو مستمعا عندما تتحدث اليه مباشرة يعني لما تتحدث اليه مباشرة ما بيكون معك ما بيكون مستمع لك كن شارد الذهن يفشل في انهاء الواجبات المدرسية الاعمال المنزلية او الواجبات في المكان العمل مش لانه عنده عدم فهم للتعليمات ولكنه هاي المهام تتطلب عنده جهد عقلي وهو الجهد العقلي زي ما قلنا هو عنده عدم تركيز فصعب بيكون عليه هذا الموضوع صعوبة تنظيم المهام والانشطة زي ما قلنا ما بيقدر ينظم لانه عنده شروط ذهني يتجنب او يكره او لا يرغب في الانخراط في المهام التي تطلب جهد عقليا مستمر زي الاشياء اللي قلناها قبل شوي مثل المعجبات المدرسية او الاعمال يفقد الاشياء الضرورية للمهام او الانشطة يعني الادوات الضرورية مثل الاقلام والكتب والادوات دايما بيفقدها لانه ما عنده تركيز يحافظ عليها يفقد التركيزه بسهولة يعني اي اشي ممكن يخليه يشرد هنا النسيان في الانشطة اليومية هس المعيار اثنين المعيار اثنين ستة او اكثر من الاعراض يعني ست اعراض او اكثر من فرط النشاط والاندفاع لمدة ست اشهر على الاقل اه الى درجة تتعارض مع مستوى التنموي يعني هذيكة كانت بس ست اشهر هون لا ست اشهر ولكن تتعارض مع المستوى التنموي نموه فرط النشاط فرط النشاط غالبا ما يتململ بحركات بين يدين والقدمين او التواف في المقعد يعني ما بقدر يثبت لازم يحرك اي جزء من جسمه اي طرف لازم يضله يتحرك ما بقدر يسكت لانه عنده فرط نشاط في عنده طاقة زائدة في عنده طاقة و حيوية زيادة نشاط فهو بفرغوا بدي يفرغوا بحرك اي جزء من جسمه غالبا ما يترك ما يترك مقعده في الصفه او مكان جلوسه في الحالات الاخرى يعني ما بقدر يقعد بمكانه دائما بتحرك يركض او يصعد الدرجة على نحو مفرط يعني بيظله يركض يطلع زي ما قلنا عنده نشاط زيادة غالبا ما يجد صعوبة في اللعب او المشاركة في الانشطة الترفيهية بهدوء يعني ما بقدر يظله هذا لازم يصيح وصارخ ويروح كذا ويتهوش مع كذا مع فلانه وفلانه ما بقدر يسكت ثابت غالبا ما يتحدث بشكل مفرغ بصولف كثير من دطاقة كثير فبي يفرغها الانتفاع غالبا ما يسارع بالاجابات قبل انتهاء من السؤال غالبا ما يجد صعوبة في انتظار دوره يعني ما هو يقدر يصبر غالبا ما يقطع او يتطفل على الاخرين يعني الناس يعدين طفال يعدين بلحبوا بروح بخرب عليهم بروح بالدخل بروح بجاوب عن طفل هذا وبتسوي عن هذا ما بقدر يسكت شراني ملاحظات مهمة قصور الانتباه وفرط الحركة اكثر شيوعا ضمن فئة الذكور يعني عند الذكور اكبر من الاناث الاعراض غالبا ما تكون موجودة قبل سنة ثلث سنوات يعني الاعراض بتبين بتكون موجودة قبل ست سنوات يتم تشخيصها عندما يكون الطفل في بيئة مدرسية منظمة ليش عند في بيئة مدرسية منظمة لانه ببلش ما يقدر يكون في التنظيم ما بقدر يمشي مع التنظيم بشكل صحيح فبين فيه بينه اختلاف وبين الاقرانه شوفوا عندما تكون المعلومات المتاحة للمعلم مقارنة الانتباه والانتفاع للطفل مع اقرانه من نفس فئة العمرية بصير المدرس يقارن بينه وبين فئته بقدر يعرف انه فيه هون عنده فيه عنده اشي مش طبيعي اسباب الADHD السبب الاساسي غير معروف الوراثة لها عامل جدا مهم اي اصابة للجهاز العصبي قبله اثناء ولادة لها تأثير مثل نقص الاكسجين ولادة المبكرة اصابات المخ بسبب التهابات او السموم تناول الام ادوية معينة اثناء فدرة الحمل تعرض بالنسبة عالية من مادة الرصاص خلل في وظائف الدماغ الكيميائية ايضا العوامل الاجتماعية لها تأثير مثل الطفال المحرومين عاطفيا او تأثير تحت مشاكل نفسية يعني من صفيهم مسا من هذول الاشياء اللي حكيناهم من صفيهم تحت عوامل اسباب وراثية زي ما قلنا اسباب تطورية خلل بالتطور ضرر على الدماغ اللي زي ما قلنا قصور الجين والولاد المبكرة صابات المخصر والتعبات السموم الى ذلك اسباب عصبية تلف او عنده قصور او اشي عصبي خلل في الكمياء العصبية اسباب اجتماعية زي ما قلنا محرومين عاطفيا او تحت تأثير مشاكل نفسية تطور المرض كيف يتطور تبين ان العراض تستمر الى مرحلة المراهقة او البلوغ في حوالي خمسين بالمئة من الحالات يعني تمام حسنا في عنا ميت شخص تمام الميت شخص هذول حسب الدراسات خمسين بالمئة منهم خمسين شخص الاعراض تستمر معهم للمراهقة والبلوغ بيظلهم نفس ما همهم وخمسين بالمئة منهم لا بس يوصلوا سن المراهقة بجروح وفي الخمسين بالمئة متبقية من الحالات تختفي الاعراض في سن البلوغ يعني بتروح من عنده وفي بعض الحالات قد يختفي فرط النشاط ولكن تستمر اعراض قصور الانتباه والانفعالات يعني بيروح منه فرط النشاط ولكن العراض الثاني بيظل عنده هؤلاء الاشخاص معرضين اكثر للمشاكل الادمان والتقلبات المزاج يعني هم هؤلاء الاشخاص بيكونوا عرضه اكبر لادمان الاشياء مختلف الاشياء ادمان كثير وتقلبات المزاج دائما مزاجه متقلب وغالبا ما تستمر مشاكل التعلم طوال الحياة هي مهم المعلومة يعني مشاكل التعلم عنده بظلها مستمره لانه تأخر علميا وهو صغير فلما يكبر ما بقدر يلاحق المعلومات اللي رحت عليه طبعا كل قاعدة الليها شواز زي ما قلنا فممكن ما تكون قاعدة عامة هاي ولكنها سائرة على اغلب اثار المرض قد يظهر الفحص النفسي وجود اكتئاب وبعض الاضطرابات الخفيفة في طريقة التعبير عن التفكير اللي عنده اضطرابات خفيفة في التعبير قد يظهر الفحص الجسمي اسخلص من النفسي سوف تنسيق بين وضائف الحواس الطفل كالنظر والسمع يعني عنده سوف تنسيق بين الحواس ولكن مش تدني مش تدني القدرة على السماء والنطق لكن عنده سوف تنسيق سوء تنسيق أيضا قد يعاني الطفل من مشاكل في الذاكرة لعدم قدرته على التعامل مع المعلومات التي تصله من البيئة المحيطة به بشكل طبيعي يعني بتصل المعلومة ولكن ما بقدر يتصرف فيها ويتعامل معها فبينساها فبصير عنده مشاكل في الذاكرة بنسى الأشياء هسا من الناحية الاجتماعية قد ينفرد منه الأصدقاء يعني بيبتعدوا عن الأصدقاء بنفروا منه وينعته المعلم بالغبي مع أن مستوى ذكائه في مستوى الطبيعي أو أفضل من الطبيعي يمكن يكون ذكي ولكنه سيء من الناحية الاجتماعية فبسبب فراغ بينه وبين أقرانه وكذلك تطلق عليه الأسرة الفاظا كالطفل الشقي وغيرها ونتيجة ذلك عادة ما تكون الثقة بالنفس لدى الطفل ضعيفة وفي المدرسة لا يرغب به بقية الأطفال ويفشل في الدراسة ولا يستطيع الإنجاز بالشكل الجيد المناسب فتكون لديه صورة سيئة عن نفسه ويأس من كونه قادرا عن الإنجاز والإدلاء يعني بصر هو يشوف نفسه متدني لأنه كلنا اللي حوله بيشوفه متدني ويعاني أيضا من الضراب في المزاج والتقلب السريع للمزاج كذلك الاكتئاب والقلق شكل نفسي هسا آخر جزئية الطفل المصاب في المدرسة كيف يكون الطفل المصاب في المدرسة يجد الطفل كثير الحركة صعوبة كبيرة في الداخل ومع قوانين المدرسة زي ما قلنا ما بقدر يتبع القوانين سامحوني صوت جيران ما شاء الله عليهم يجب أن يشرح وضع الطفل للمدرس بحيث يقدم له المساعدة يعني منفهم الأستاذ أنه حالة خاصة عشان يعامل معاملة خاصة يفضل إبقاء الطفل المصاب ضمن مجموعات صغيرة من الطلاب وليس ضمن أعداد كبيرة قلنا أنه لما يكون مجموعات صغيرة يقدر يتعامل معها أحسن من مجموعات كبيرة إن الطفل المصاب بكثرة الحركة ونقص الانتباه ليس لديه نقص في الذكاء ويستفيد الطفل من الدروس القصيرة أكثر مما يستفيد من الدروس الطويلة ليش؟ لأنه يقدر رتب فيها الأفكار بشكل أحسن أما الدروس الطويلة لا يقدر رتب فيها الأفكار زي القصيرة ويجب أن يتعاون كل من الأهل والطبيب والمدرس والمستشار التربوي الأخصائي النفسي كلهم يتعاونوا عشان يقدموا له أحسن خدمة عشان يصير عنده أحسن تطور العلاج فيه أنثة أطراف من العلاج العلاج الدوائي أدوية منشطات وغير منشطة علاج السلوك والإرشاد والعلاج التربية الخاصة التربية الخاصة يعني نعطيه تربية خاصة فيه بتناسب حالته وتقومها العلاج النفسي والاجتماعي من أساليب تعديل السلوك فتتم عن طريق الإسترخاء حيث يتم تدريب الطفل على الإسترخاء العضلي التام من علمه كافي يسترخي ونقلل النشاط عنده فرط النشاط ما نقلله التعاقد السلوكي تعاقد السلوكي هو استعمال تعزيز والتعليم بطريقة متسلسلة يعني منعطيه التعليم والتعزيز والتطوير بشكل متسلسل عشان يسهل عليه يتبعه تدعيم الإيجابي المادي واللفظي والسلوك المناسب يعني كل ما سوى إشي مناسب ندعمه إيجابي ندعمه دعم إيجابي مادي ولفظي منحفزه عشان يسوي الأشياء الإيجابية أكثر جدولة المهام والأعمال والواجبات المطلوبة منبلش ننظم له أفكاره والمتطلبات عنده عشان هو يقدر بعدين يتعوج ويتعلم كيف ينظمها بنفسه التدريب المتكرر على القيام بالنشاطات تزيد من التركيز المثابرة منبلش نعطيه تدريبات متكررة عشان نقوي التركيز عنده والمثابرة وضوح اللغة والتعليمات هون نعطيه جمل واضحة اللغة وواضحة التعليمات عشان يقدر رتبها شوي 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 بيقدر رتب جمل ومواضيع أعقد منها إتاحة الفرص للطفل لتفريغ طاقته الموجودة لديه في أنشطة مثمرة هادفة يعني منخليه الطاقة اللي عنده المحصورة ما نكبتها لأن خليه فرغها ولكن في أماكن مناسبة وبس هيك منكون خلصنا المحاضرة القصيرة 13 دقيقة لا أصلا 14 دقيقة خفيفة إن شاء الله وموفقين وإن شاء الله مدفل يا رب صح أن المادة شوي طويلة وزخمة ولكنها حلوة وخفيفة إن شاء الله سلام